ساعات قليلة ويحسم النجم العالمي المصري محمد صلاح موقفه النهائي والرسمي من عرض اتحاد جدة السعودي المغري جدا جدا وفقا لصحف السعودية وتقارير سعودية بيؤكدوا ان محمد صلاح سيتواجد في اتحاد جدة بطائرة خاصة خلال ساعات تروح النحية التانية في ليفر بول بيؤكدوا ان محمد صلاح بيتدرب بقوة استعدانا للمباريات المقبلة بحيتم افل باب القيد في انجلترا في الدوري الانجليزي خلال الساعات المقبلة امبارح كان معنا المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الاسبق وهو صاحب الفضل في انتقال او في تسهيل يعني انصح التعبير تسهيل مهمة النجم العالمي محمد صلاح في بداية مشواره الاحترافي اكد ان محمد صلاح هيروح مش هيروح ليفر بول سوري مش هيروح اتحاد جدة وهيستمر في ليفر بول ولما المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الاسبق يقول كلام زي ده او خبر زي ده لازم تقف عنده خلينا نشوف ايه اللي هيتم خلال الساعات المقبلة عرض مغري جدا عرض خيالي للنجم العالمي محمد صلاح عرض بيخليه على قمة الاعلى سعر بين اللاعبين في العالم لكن في نفس الوقت يعني انت واقف ما بين هل المبالغ المالية هل السعر الخيالي هل التطور اللي حاصل في الدورة السعودي قد يكون كل ده دافع لمحمد صلاح انه ينتقل للتحاد جدة ولا لا يزال طموح محمد صلاح اللي ما بيتوقفش عند حد معين ورغبته في الحصول على البالوندور ورغبته في الحصول على جوائز افضل واكبر داخل اكبر واهم دوري في العالم هو الدور الانجليزي يرحل من يرحل على مدار تاريخ الدور الانجليزي ويأتي من يأتي ويعتزل من يعتزل لكن بيبقى الدور الانجليزي هو الاقوى في العالم بالعدالة في ادارة الدوري بمنح كل فريق حقه بالتسويق الخاص بمباريات الدوري الانجليزي كل ده بيخلي الدوري الانجليزي على قمة الدوريات في العالم بيحصل تطور في كل الدوريات لكن كل الناس بتتابع في مصر في اي دولة في العالم بيتابعوا الدوري الانجليزي وبقوة وبشغف علشان وبالذات عند الشعوب العربية علشان عندهم قناعة ان كل واحد في الدول الانجليزي بياخد حق وبيجي واحد زي محمد صلاح ده ما عندهمش مشكلة خالص خالص ان واحد بسيط جاي من قرية اسمها نجريج جاي من من نادي كان قبل كده بازل السويسري جاي من المقولين العرب جاي من مركز شباب طنطق جاي من اي حتة في الدنيا طالما بيظهر وبيتقلق بياخد فرصته لا وبيبقى ايه كمان بيبقى واحد من افضل اللاعبين في تاريخ ندي واحد من افضل اللاعبين في تاريخ الدول الانجليزي علشان كده من هنا تروح لي الناس تقولك 200 مليون يورو في السنة ايه ده لا هما الناس في السعودية الناس عارفها هي بتعمل ايه وانا قلت لك الكلام ده لان محمد صلاح يستحق اكتر من 200 مليون يورو وهم هيقدروا يجيبوا في حالة انتقاله في حالة انتقاله للتحجد ده قدل 200 مليون يورو و400 مليون يورو مرتين وثلاثة لان التسوقية محمد صلاح هيكون لي دور كبير جدا في نقل الدور السعودي الى رافع نسبة المشاهدة في المنطقة العربية وفي الشرق الاوسط فمحمد صلاح خلال ساعات بيحسن مصيره